أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء خيم للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غسة وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل إن المرحلة الأولى تضم 300 خيمة وتصل إلى ألف خيمة لخدمة النازحين غير القادرين على إيجاد مكان لإيوائهم إلى جانب التنسيق مع بعباري رفح لاستلام المساعدات وأشعر إلى أن هناك استمرارا لعمليات القصف للمراكز الطبية ومحيطها ومنها المستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كما يتم استهدف مدارس ومستشفيات ومقارات تابعة للهيئات الدولية وذلك برغم من وجود الإحداثيات لدى قوات الاحتلال